ما صرح به الإعلام الإسرائيلي وعبر قنوات الإعلامية أنه إسرائيل قد وضعت ضمن قائمة اغتيالاتها الدنيا سماحة المرجع الأعلى السيد السستاني والسيد السستاني مرجعا دينيا عالميا لكل شئة العالم ورجل سلام ولم يكن السيد السستاني يوما من الأيام محسوبا على محورا من المحاور ولم يكن طائفيا ولم يكن مذهبيا وكان من صمامات الأمان الرئيسية في الغراق في ظل المذهبية والطائفية والعنصرية وأيام القاعدة وداعش لذلك هذه الحكومة العنصرية اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يمثله ويمثله نتنياهو هي حكومة متطرفة إرهابية قيل عنها من اللحظات الأولى الذي تشكلت به هذه الحكومة وحذر الكثير منها من المراقبين والمختصين بأنها تريد أن تشعل فتيلة هذه المنطقة بالحرب لأن هناك عقدة لدى نتنياهو نتنياهو الآن نتنياهو يحارب قادة المسلمين بشكل عام وقادة الشيعة بشكل خاص ماذا يريد أن يصل نتنياهو ليخلق فتة هنا وفتة هناك هذا الرجل المتهور المعتوه يجب أن يكون موقفا للمنظمات الدولية والعالمية وحقوق الإنسان ولمن يمكن أن نتكلم ويسعد هذا الخلف في منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وعلى مرأة ومسمع من أمينها العام ويهدد المسلمين عموما ويهدد النساء ويهدد الأطفال ويتباهى بآلة القتل التي يمتلكها ويدمر بها أبناءنا ونسائنا وأطفالنا الكل لديه ملاحظات على الحرب ونحن في هذه القناة أخذنا ضيوف من كل العالم سواء الذي يتفق مع الحرب أو الذي يختلف معه لا نقمع رأيا ولا نتبنى رأيا ولن نكون ضد رأي آخر لكن في حياة كل مجتمع وفي حياة كل شعب هناك خطوط حمراء وهناك أشياء لا يجوز المساس والتجاوز بها لأنها تخدش حياءهم وكبرياهم والذي أقوله على الجميع أن يتمتعوا بالحكمة والصبر وعدم التعامل مع الأمور بتشنج لأن هذه الطغمة وهذا الكيان يتراقص على هذا ويريد من الجميع أن ينفعل حتى يجره إلى ما يريده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر